موسيقى موسيقى الايرانيون مستمرون في احتجاجاتهم والصحف الايرانية تهدد الالمان بعد مظاهرة برلين الحاشدة ضد نظام التهران موسيقى شخصيات وتنسيقيات تشرينية تصدر وثيقة مبادئ ترفض حكومة السودان والمحاصصة وتدعو لتظاهرات موسيقى موسيقى البنتاجون ينشر فرقة محمولة جوا للمرة الاولى منذ ثمانين عاما في رومانيا وتقرير امريكي يحذر من اضطرابات سياسية في اوروبا موسيقى عودة رئيس الحكومة البريطانية السابق جونسون تشق حزب المحافظين موسيقى 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 حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع في مدن مختلفة مطالبين بإسقاط النظام فيما دع المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين إلى إضراب وطني في البلاد اليوم وغدا وقال المجلس إن الإضراب سيكون ردا على القمع المنهجي الذي تمارسه القوات الأمنية ضد المدارس مذكرا بمقتل عدد من التلاميذ برصاص النظام وتوقيف عدد كبير من المعلمين أضاف المجلس التنسيقي أن المعلمين الإيرانيين لن يتسامحوا مع هذا الاستبداد مجددا دعمه لحركة الاحتجاج ومطالب المحتجين كما أدان أكثر من مائة وسبعين طبيبا في إيران قمع الاحتجاجات الجارية في البلاد مطالبين بإطلاق صراح جميع المعتقلين السياسيين ومحاكمة مرتكب عمليات القتل الأخيرة وطلب الأطباء بتعطيل نشاط شرطة الأخلاق وبالسماح بالتظاهر والاحتجاجات وبحرية تكوين الأحزاب في إيران وعقب تظاهرة حاشدة مناهضة للنظام الإيراني في برلين شارك فيها ثمانون ألف إيراني هددت صحيفة جوان التابعة للحرس الثوري الإيراني هددت المواطنين الألمان في مقال لها وصفة التظاهر بالتدخل الواضح من قبل ألمانيا في شؤونها ودعم من يحاولون الإطاحة بالنظام وقالت هذا التجمع بالتأكيد لن يمر دون رد من إيران وسيكون مكلفا للألمان وزعمت الصحيفة أن اختيار برلين للتجمع الإيرانيين في الخارج كان محسوبا ومخططا له بشكل مؤكد من قبل الدول الغربية بدورها انتقدت وكالة أنباء إيرنا الحكومية بالشدة التظاهرة وتحدثت عن مؤامرات تستند إلى الإشاعات دون أدلة كما احتجت الوكالة على مشاركة مواطني دول أخرى في هذه التظاهرات وفي سياق متصل اتهمت صحيفة إيران التابعة للنظام ألمانيا بمحاولة إرسال رسالة إلى إيران مفادها أن هذا البلد ينوي أن يصبح مركزا للتجمع والتخطيط للمعارضة التي تسعى للإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية يجب أن تسعى للتجمع الإسلامية يجب أن تسعى للتجمع وفي أفضل تزيد المرات الجمهورية الإسلامية شكراً للمشاهدة هذا واعترفت الهيئة الذرية الإيرانية باختراقها من قبل قراصنة وبصحة الوثائق التي قاموا بنشرها وذلك بعد أن نفذت مجموعة بلاك ريوورد للقرصنة تهديدها ونشرت بيانات لشركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية الإيرانية بعد اختراقها وفق ما كشفته قناة إيران إنترناشنال الوثائق التي نشرتها مجموعة القرصنة تضم عقود الشركة الإيرانية مع شركاء محليين وأجانب وجداول زمنية إدارية وتشغيلية لمحطة بوشهر نووية واضافت أن الوثائق تضم أيضاً جوازات سفر وتصاريح دخول لمتخصصين إيرانيين وروس للمحطة نووية الواقعة في جنوب إيران وكانت القناة قد نقلت على مجموعة القرصنة تحذيرها أنها ستنشر البيانات التي حصلت عليها خلال 24 ساعة في حال عدم إفراج السلطات الإيرانية عن جميع السجناء السياسيين والمحتجين المحتجزين وفي سياق جددت الولايات المتحدة دعمها ومساندتها للمتظاهرين في إيران بعد أن فرضت حزمة عقوبات جديدة على مسؤولين متورطين في قمع المحتجين وفي هذا السياق أوضح المبعوث الأمريكي الخاص روبرت مالي في تغريدة له عبر تويتر أن تظاهرات خرجت في عشرات المدن حول العالم لدعم المحتجين في إيران موظيفا أن المتظاهرين في واشنطن قدموا دعمهم للشعب الإيراني الذي يواصل التظاهر السلمي ويطالب حكومته باحترام كرامته وحقوقه الإنسانية تغريدة المبعوث الأمريكي تزاملت مع مسيرة لمتظاهرين في واشنطن نحو البيت الأبيض حملوا لافتات كتب عليها شعار نساء حياة وحرية هذه النشرة مستمرة من الحدث وفيها بعد الفاصل الجيش الإسرائيلي دمر تسعين بالمئة من البنية التحتية العسكرية لإيران في سوريا بحسب صحيفة جيرزليم باست ترجمة نانسي قنقر هنا قبالة مدينة عين العرب هدوء حذر في الجانب التركي موقف وزير الخارجية الروسي هو دوء أخضر هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية تستجيب قسط بشكل جدي للتهديدات التركية هناك قوات في سوريا تشايد الرواب مضعومة من فبول الروس النوام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موضوع أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن هناك عشرات سوريا من جريعة فريد التي تخيطر عليها القوات التركية هي حرب صمت من يصمت أكثر عن تصرفات أمقرة في الشمال السوري ومن سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة ماذا عن النظام ودور النظام نتحدث هنا عن أراضي سوريا في صمت الأشياء من حولك في كل حركة متناغمة وسكون في الانتظار لانتهاء الألم في كل ثانية تمر هناك أحداث صراعات في كل جزء من العالم فكل محبة ترسم مشهدا تشكل خبرا تصنع حدثا أهلا بكم من جديد مشاهدين إلى الملف العراقي حيث أفادت صحيفة المدى عن تأجيل جلسات البرلمان التي كانت مقررة اليوم لإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة لـ 48 ساعة وسط تهديدات أمنية وأشارت الصحيفة إلى احتمال تأجيل الموعد الجديد للجلسة أيضا بسبب عدم اكتمال أسماء الوزراء والتنافس المحتدم على المواقع الأمنية وكان الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية مع عدت يرصدري قد تراجع عن طموحاته بتقديم حكومة كاملة حيث يسعى الآن إلى إعلان تشكيلة بالحد الأدنى الذي يمكن رئيس الوزراء المكلف محمد شيعا السوداني من استلام السلطة وفي السياق تشير أيضا مصادر عراقية إلى الحديث داخل ما وصف بالغرف المغلقة عن تسعيرة للمناصب السيادية بوزارتي المالية والنفط وبحسب تسريبات يتم تداولها لمراقبين من الإطار التنسيقي فإن منصب وزير الدفاع وصل إلى 75 مليون دولار كما أشارت مصادر مقربة من السوداني إلى انزعاجه من إصرار بعض القوى السياسية على تقديم أسماء بتخصصات بعيدة عن المنصب لشغل بعض الوزارات ووفق تسريبات طرحت ثلاثة أسماء جديدة لتولي وزارة الدفاع التي يدور حولها خلاف كبير عاقبة تراجع اسم ثابت العباسي رئيس حركة حسم المنضوية تحت تحالف عزم خلافات شديدة أيضا يجري الحديث عنها بين اتلاف دولة القانون وتحالف الفتح حول منصب وزير النفط قائمة جبهة تركمان العراق الموحدة انتقدت أيضا عدم تخصيص مقعد وزاري للمكون الرئيس الثالث في العراق ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة إذن مشاهدين يبدو أن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شيع السوداني أمام خيارات ليست بالسهلة لتشكيل حكومته وأبرز هذه العقبات الخلافات على الحقائب الوزرية ولكن ورغم خلافية سياسية تبدو شكلية بين قوى الإطار التنسيقي التي اضطرت لمنح السودان تفويضا مشروطا باختيار وزرائه من حصة المكوين الشيعي فإن الخلافات ليست كذلك بين الكرد والسنة وفقا لصحيفة الشرق الأوسط ففيما يتعلق بالمكونات الكردية فإن جماعة برزاني ليسوا في وارد التنازل لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني عما يعتبرونه حقهم في الوزارات طبقا لما قاله سياسي كردي مطلع على تفاصيل هذه اللقاءات والمشاورات السياسية لصحيفة الشرق الأوطن لكن ماذا فيما يتعلق بالموقف السني فالخلافات بين السيادة بزعامة محمد الحلبوسي ورجل الأعمال خميس الخنجر وعزم بزعامة مثنى السامراء عاد إلى الواجهة بشأن طريقة حساب الأوزان الانتخابية الشرق الأوسط أضافت أن السوداني وقوى الإطار التنسيقي لا يريدون خسارة حليفهم السابق تحالف عزم الذي سندهم بالطبع في ذروة الأزمة مع الصدر وهو ما جعل السوداني يجري مباحثات معهم على أمل إنحاء هذا النزاع ويتركز الخلاف بين الطرفين السنيين حول حصص كل طرف منهما من الوزارات ومنصب رئاسة البرلمان وهذا الخلاف السني السني ومثله الكردي الكردي في حال استمر دون حسن ذلك يعني أن موعد التشكيل حكومة السوداني سيتأخر إلى وقت لاحق في ظل الخلافات على مناصب الحكومة المنتظر عاد صوت الشارع ليعلو مجددا حيث أصدرت شخصيات وتنسيقيات قريبة من حراك تشرين ما أسمته بوثيقة مبادئ تشرين رأت فيه أن العراق لا يمكن أن يتقدم بوجود أحزاب طائفية وقومية وصفتها بالمتطرفة في السلطة من الجانب الآخر عقدت اللجنة المركزية للانتخابات مؤتمرا أعلنت فيه رفضها التام لحكومة الإطار التنسيقي المزمعي تشكيلها وبين هذين المسارين ثمت اتجاهات أخرى يدعو بعضها إلى إحياء الذكرة السنوية الثالثة لانطلاق احتجاجات الخامس والعشرين من أكتوبر من العام 2019 رغم الخلافات القائمة بين الاتجاهات الممثلة والقريبة من حراك تشرين الاحتجاجي إلا أن غالبية تلك الاتجاهات تلتقي عند إدالة النظام السياسي القائم وتتوهمه بالفساد والطائفية مشددة على ضرورة إحداث تغيير جذري فيه بالتزامن مع الذكرة السنوية الثالثة لانطلاق الاحتجاجات خرج الحراك التشريني بمسارين المسار الأول شخصيات وتنسيقيات تشرينية أصدرت وثيقة سمتها بمبادئ تشرين ورأت أن العراق لا يمكن أن يتقدم بوجود أحزاب طائفية وقومية متطرفة في السلطة وبحسب وثيقة مبادئ تشرين التي صدرت فإنها تدعو إلى التحول من دولة الفساد والسلاح السياسي إلى دولة الأمن والمواطنة والديمقراطية والعدالة والرفاهية إلى جانب رفضها لديمقراطية المحاصصة وحكم الطوائف والتسييس لهويات الدينية والمذهبية والقومية وشددت الوثيقة على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني من النخب والكفاءات وتغيير الدستور وتحديد موعد انتخابات جديدة كما أن المسار الثاني الذي يمثله أو تمثله اللجنة المركزية للتظاهرات فقد رفض ما أسمها بحكومة الإطار التنسيق المزمعي تشكيلها برئاسة محمد شيع السوداني لأنها بحسبه تعتمد على المحاصصة وتقسيم المغالم لمناقشة كل هذه التطورات اللافتة إن كان فيما يخص وثيقة المبادئ للتشريين أو ربما فرص أن يتجاوز محمد شيع السوداني عقبت تشكيل الحكومة بعد هذه الخلافات حول الحصص من بغداد أناقش ذلك مع الباحث السياسي الأستاذ واثق الجابري مرحبا بك وبالتالي هل الآن السوداني يواجه مأزق أن يشكل حكومة ناهيك عن الضغوطات الآن التي بدأت تلوح من الشارع التشريني وبعض ربما التجمعات العراقية نعم شكرا جزيلا لكم تحيي لكم مشاهديكم الكرام طبعا أكيد السيد السوداني سيواجه مشاكل كثيرة بطبيعة تشكيل الحكومة والطريق ليس معبدا باحتبار القوى السياسية التي هي ما تزال في المشهد السياسي هي ورثت أو اعتادت أو لديها عرف في طبيعة تقسيم المناصب بل حتى فيما بينها تعتقد أن هذه الوزارات الفلانية للحزب الفلاني أو للمكون الفلاني وبالتالي هذا تقسيم أشبه بالثابت لكن كما يبدو أن السيد السوداني حاول هذه المرة أن يدور بين الوزارات أي لا تبقى الوزارات نفهم أن أي كان التشكيل التي يقوم بها السوداني نجح فيها أو أخفق بالنسبة لكم كتشرينين مرفوضة من حيث المبدأ أو العنوان نعم يعني أولا ما زلنا نحن في العشرة أيام الأولى من سقف الدستور المحدد ثلاثين يوما وبالتالي أكيد ليس كل القوى ممكن أن تقبل أو تكون راضية 100% عن طبيعة التشكيل الحكومية لكن هذه المرة السيد السوداني نعم وزع الوزارات وحسب الاتفاق في اتلاف إدارة الدولة الذي يضم الشيعة والسنة والكورد بمختلف مكوناتهم الموجودة في هذا التحالف وقسم الوزارات لكن اشترط أن تأتي القوى السياسية لكل وزارة من ثلاثة إلى خمسة مرشحين وستكون لديه لجنة متخصصة وهو سيشرف على طبيعة تحديد الوزارات مع اختيار ثلاثة وزارات وهو سيشرف عليها بشكل مباشر وبالتالي هناك خلافات طبعا أكيد داخل كل مكون يعني في داخل المكون السني موجودة وفي داخل المكون الكرد والشيعة لكن كما يبدو أن المكون الشيعة أو الإطار التنسيقي هو وصل إلى المراحل النهائية من حسم خلافاته على طبيعة وبالتالي يوازي ذلك بحسب ما طرحته في وثيقة المبادئ التي حملت مسارين أن هذا هو المخرج ولكن ما طرح في فحواها بمنطقة الواقعية السياسية هل هو ممكن في المشهد العراقي أم أن السقف عالي لا بطبيعة الحالة أنا وجدت وسمعت المعلومات يعني مباشرة من سيد السوداني هو متفهم لمطالب تشرين ومتفهم للمتظاهرين والتقى نخب من هؤلاء المتظاهرين وقول أنهم عراقيين وديهم هذه المطالب طبعا مطالب حقيقية لا أحد يستطيع الاعتراض عليهم يعني مسألة تقديم الخدمات بعاد الفاسدين يكشف عن ضحايا تشرين كل أي مواطن عراقي هو يرغب بأن تكشف كل الحقاق وأن تقدم الخدمات وبالتالي هي بطالب لا تخص تشرين فقط يعني كعناوين تبدو بالفعل واقعية مع المشهد العراقي ولكن أسأل عن مدى واقعية الآليات لتنفيذها نعم يعني هو طبعا أكيد الواقعية تأتي من خلال الحكومة المفترض يعني متظاهري تشرين وطالبون السيد الكاظم الذي كان هو ممثلا عن تشرين وكل المستشاري وكل المحطين به جاءوا باسم تشرين ودار الدولة خلال هذه الفترة خلال ثلاث سنوات لم يحققوا لتشرين أي شيء بل هناك من وصل إلى المناصب باسم تشرين على حساب تضحياتهم على حساب تظاهراتهم وعلى حساب مطالبهم ولم تكشف حكومة السيد الكاظمي من هم قتلت المتظاهرين وكيف ذهبت هذه الضحايا وبالتالي سيد السوداني والإطار التنسيق بل كل القوى اليوم أصبحت تدرك أن هذه الطليعة من الشباب لا بد من تلبية بطالبهم اليوم هم يمثلون جزءا كبيرا من الشعب العراقي نعم يعني مسألة المسارين والتوازي بينهما وبالتالي هل العودة إلى الشارع عم الضغط من كل الاتجاهات كل مسار ربما حسب العنوان الذي اختاره نعم يعني أولا هي قضية المعايير التي حددها السيد السوداني وبقية القوى ومتظاهر تشري طبعا هذا المطلب طبعا يوافقه ربما كثير من الشعب العراقي لكن هذه القضية أيضا لتشرين ممثلين الآن في البرلمان العراقي هي المشكلة اختلاف القيادات وغياب الدعم الآن هو من فرق بينه متظاهرية تشرين وأعتقد أنها ستكون مجرد حضور إحياء الذكرى فقط هنا يعني في تشرين حتى في الانتخابات السابقة كانوا من ممكن أن يتبعوا السياقات الدستورية وأن يشاركوا لذلك من شاركه وحصل على مقاعد بحدود 15 مقعد لكن بعض قوى تشرين باختلاف وجهة نظرها دعت إلى مقاطعة الانتخابات وعدم الاشتراك لو كانت هذه القوى التشرينية تدعو إلى المشاركة الفاعلة لليوم كان لهم دور الفاعل يمكن أن يحصلوا على بحدود 50 مقعد وبالتالي يستطيعون تمثيل جمهورهم يستطيعون مطالبة بكل الحقوق وكل المطالب يمكن أن تكون جاهزة من خلال القرب من السلطة نعم بشكل سريع الأفهم أن التظاهرات ستكون فقط إحيائية للذكرى نعم لا يوجد لحد الآن استعدادات بذلك الشكل الكبير يعني معظم قيادات تشرين صرحت بشكل واضح أن التظاهرات لن تكون بهذا الحجم الكبير الكبير وبنفس الوقت هي مظاهرات واحد عشرة هي أيضا لم تكن بذلك المستوى الذي عدت له الحكومة وتحدث عنه الإعلام لكن تغانت مظاهرات مجاند في ذروة النهر وانتهت بعد غروب الشمس من بغداد الباحث السياسي الأستاذ واثق الجابري شكرا على حضورك وعلى كل هذه الإفادات في آخر تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان رفضت المحكمة الإسرائيلية العلية لالتماسات المقدمة ضد الاتفاق البحري من لبنان وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن المحكمة رفضت جميع الطعون الأربعة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بما يمهد الطريق أمام مجلس الوزراء لإقرار الاتفاق يوم الخميس ونقلت الصحيفة عن المحكمة العليا قولها إن القضاة قرروا رفض الطعون بالإجماع دون نشر حيثيات هذا القرار على الجهة المقابلة ذكرت صحيفة النهار اللبنانية أن موعد تسلم الأمم المتحدة وواشنطن وثائق الموافقة اللبنانية والإسرائيلية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما لم يثبت بعد في ظل إرجاء وصول الوسيط الأمريكي في الملف أموس هوكشتاين إلى لبنان من الثلاثاء المقبل إلى الأربعة وكان هوكشتاين قد أرجع زيارته بسبب تصحيحات إضافية تجري على نصوص الوثيقة التي سيسلمها إلى البلدين التي على أساسها سيستلم موافقتهما في غضون ذلك فتح رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون ملف ترسيم الحدود مع سوريا فاتصل برئيس النظام السوري بشار الأسد طالبا الشروعة في بحث هذا الملف وفي الإطار كلفعه النائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب كلفه بترأس وفد للتوجه إلى دمشق الأسبوع المقبل لمناقشة الموضوع كذلك سيزور لبنان هذا الأسبوع وفد قبرصي للبحث في ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لبنانيا أيضا يتوجه البطريار كلماروني بشار الراعي للنواب اللبنانيين سائلا إياهم إن كان هناك من خيانة انتجاه الوطن أكثر تعطيلا من تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية الراعي وإذ اتهم النواب بالعمل من أجل الفراغ في سدة الرئاسة الأولى سألهم إن كانت نيابتهم وكتلهم وجدت من أجل التعطيل فيا أيها السادة النواب والكتل النيابية من ندي معكم الذين تتكلمون وتعملون من أجل الشغور أو الفراغ في سدة الرئاسة قولوا لنا من أين تستنبطون هذا الحق وتبررون مخالفتكم الخطيرة والسافرة للدستور هل نيابتكم وكتلكم وجدت للتعطيل؟ لقد أصبحنا أيها الإخوة والأخوات في ظروة الفساد السياسي الأكثر شرا من الفساد المالي وصرنا في واحة الخيانة الوطنية فهل من خيانة تجاه الوطن أكثر تعطيلا من تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية؟ من جانبه أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أنه لن يقف مكتوف اليدين زاء استمرار تعثر انتخاب رئيسي للجمهورية معتبرا أن البلد بحاجة للإنقاذ ولم يعد يحتمل عدم انتظام مؤسساته الدستورية ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر لبري أنه يسعى بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس إلى استمزاج آراء الكتل النيابية وقادت الأحزاب حول الدعوة لحوار مفتوح بغية قطع الطريق على تمديد مفتوح للشغور الرئاسي وإذ لفت إلى أن الحوار الذي يسعى إليه يأتي تحت عنوان تأمين أوسع تأييد نيابي لانتخاب رئيس توافقي شدد رئيس البرلمان على أن المطلوبة هو وقف الانهيار غير المسبوك كشرط أساسي للانتقال إلى مرحلة التعافي من بيروت ينضم إلي الكاتب الصحفي الأستاذ أسعد بشارة مرحبا بك أستاذ أسعد هل أصبح الشغور؟ نتيجة حتمية أم أن الرئيس قد يأتي من مكان آخر غير البرلمان وساطات دولية واتماعات يصفها بعض المراقبون اللبنانيين أنها تدور في غرف أخرى الغرف الأخرى نعم هي أمكنة لإنتاج الرئيس في لبنان كما هو معروف تاريخيا ولهذا سمعنا اليوم صرخة البطريارك الراعي الذي كان يوجه مباشرة إلى المعطلين الذين خرجوا من جلسات الانتخاب بشكل واضح ومريق حزب الله وحلفائه وبالتالي كلام البطرق الراعي له أهمية كبرى على الصعيد المسيحي والوطني على الصعيد المسيحي إنما يوجه هذا الكلام مباشرة لميشيل عون وهل ستسمع هذه النداءات حيا في المعطلين خاصة في ميال التيارة الحرية باعتبار الدعوة موجهة من البدريارك لا يعني هي اعتاد عون دائما على أن يتحدى الكنيسة كلما كانت مصلحته تعاكس ما تقوله الكنيسة لأن الكنيسة المارونية تتحدث عن السواب الدائما ليس لها أجندات شخصية لا انتخابية ولا انتهازية وبالتالي هو اعتاد من أيام البدريارك سفير أن يواجه الكنيسة عندما كانت تصوب له هذا المسار اليوم كتلته النيابية تخرج من جلسة انتخاب الرئيس المسيحي يعني هو رئيس لبناني ولكن بالتركيبة اللبنانية هو رئيس مسيحي ماروني وبالتالي هو ما زال يطرح هذه المعادلة إما أن يكون صهري رئيسا للجمهورية كما كان يطرحها عن نفسه إما أن أكون رئيسا للجمهورية وأما لا انتخابات رئاسية ولهذا يعمل بسيل على شراء الوقت كونه يعرف أنه موضوع على لائحة العقوبات الأمريكية وبالتالي من الصعب أن يكون رئيسا الآن للجمهورية يمن النفس بعد الترسيم البحري بأنه سيغازل الإدارة الأمريكية بحيث يشتب اسمه عن العقوبات ويصبح مؤهلا لكي يكون مرشحا مرة أخرى الجانب الوطني من كلام البترك الراعي هذا الجانب المسيحي الجانب الوطني من كلام البترك الراعي موجهة بالطبع لحزب الله ولحلفاء الذين أيضا يعني هم رأس حربة التعطيل ورأس حربة الفراغ المديد الفراغ المديد لما برأيك يعني نفهم هذه النقطة خشية من القادم لسببين يعني العمل على الشغور لفرض ربما خيار آخر لسببين الأول يعني ليس بأهمية الثاني الأول يتعلق بعدم ترتيب البيت الداخلي بين سلمان الفرنجية وجبران بسيل المسترئيسين وبالتالي ليس مضطرا حزب الله أن يعطي الآن يضع مفتاح المجلس النيابي في القفل ويفتح الجلسة عبر النبي برري يعني السبب الآخر وهو الأهم أن حزب الله يفاوض على المستوى العربي والدولي لما يسميه رئيس تسوية رئيس التسوية بعرف حزب الله هو الرئيس الذي يقبل به يغطي سلاحه ولكن يستجدي عدم ممانعة عربية أو دولية باعتقادي أن عدم الممانعة العربية والدولية التي حظي بها ميشيل عون والتي أدت إلى كارثة قد تغيرت الآن لن ينال رئيس حزب الله أي اسم يختاره حزب الله أي غطاء لا عربي ولا دولي وبالتالي لهذا نتوقع أن يستمر الفراغ إلى ما شاء الله لأنه حزب الله غير مستعد دعني أسألك يعني واضح الآن يقوم بتسوية حقيقية نعم على ذكر التسوية أن الوساطات تتحرك ربما بعيدا عن الجغرافية اللبنانية هل تسعى لرئيس توافقي من الجيش كما يطرح سابقا وربما وتضرب بعرض الحائط المشهد الاقتصادي وغيره في ظل الصفقات وترتيب الترتيب الذي يحدث باستصحاب طبعا الاتفاق بترسيم الحدود البحرية والآن التواصل مع سوريا وقبرص وغيرها يبدو أن اليد الدولية حاضرة لترتيب المشهد في لبنان حاضرة نعم ولكن مثلا هناك حضور لفرنسا فرنسا ماذا تفعل في لبنان هي تخطب ود الإيرانيين وتحاول أن تقول أهمية انتخاب رئيس قبل 31 تشريني قبل عشرة أيام من الآن تاريخ انتهاء ولاية عون أهم بكثير من هوية هذا الرئيس وهذا كلام قد جرب كثيرا جرب كثيرا أن يتم التضحية بهوية ومواقف الرئيس وطب من يكون هذا الرئيس كيف يدير البلد كيف يتبنى الموقف من القضايا السيادية والإصلاحية هذا سؤال كثير أهم جدا فرنسا تتخطاه للأسف تسعى لرئيس تسوية مع حزب الله وإيران أعتقد أن هذا المسعى الفرنسي لن يجد أذان صاغية أما بالنسبة للي تفضلت في حضرتك بالنسبة للرئيس العسكري السؤال حصرا هو حول اسمه قائد جيش العمان جوزيف عون الذي نجح في الفترة الماضية وما زال حتى الآن في أن يقتسب شرعية وطنية جرى قيادته للمرحلة الصاخبة في لبنان منذ العام 2019 وإلى الآن بطريقة فيها من الحكمة جرى أنه يحتفظ بعلاقات جيدة وأكسب المؤسسة العسكرية احتراما سواء في العالم العربي أو في المجتمع الدولي هذا الاسم هو اسم أنا برأيي اسم متقدم إذا ما حصل الفراغ ولكن السؤال عند حزب الله هل سيسمح ببروفيل انتخاب بروفيل شبيه بهذا المرشح أم لا هل سيعقد حزب الله تسوية حقيقية أم يريد تسويته الخاصة بأن يأتي بأحد الأتباع رئيس الجمهورية ويسميها تسوية هذا لن يقبل به أحد الكاتب الصحفي الأستاذ أسعد بشارة أشكرك على كل هذه القراءة من المقرر أن تنطلق قافلة جديدة من اللاجئين السوريين باتجاه بلداتهم داخل الأراضي السورية تنفيذا لمبادرة لبنانية لإعادة النازحين الراغبين بالعودة طوعيا والتي ينظمها الأمن العام اللبناني بعد التواصل مع السلطات السورية وبينما كان متوقعا أن يغادر 1500 شخص من شمالي شرق لبنان تقلص العدد إلى 500 شخص نظرا لبداية العام الدراسي الحالي والتحاق الأطفال بالمدارس وقال وزير أشياء الاتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إكتور حجار إن الجهات اللبنانية تتابع مسارات عودة النازحين السوريين مع واصم القرار والمؤسسات الدولية ومن المقرر أن تستأنف رحلات العودة الطوعية للنازحين السوريين الأربعاء بعد أن توقفت منذ عام 2019 وقالت مصادر محلية في شرق لبنان إن هناك ثلاثة قوافل ستنطلق من البقاع الشمالي والبقاع الأوسط وكذلك البقاع الغربي أفادت صحيفة جورج ليم بوست عن مسؤولين في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن الجيش دمر حوالي 90% من البنية التحتية العسكرية لإيران في سوريا وأكد المسؤولون الذين لم تسمهم الصحيفة أن إسرائيل نجحت في تقويض قدرة إيران على نقل الأسلحة إلى سوريا بشكل كامل كما قوضت قدرتها على تصنيع السلاح في الأراضي السورية إلى السودان حيث بلغت حصيلة قتلى أحداث العنف القبلي في إقليم النيل الأزرق أكثر من 180 قتيلا ومئات الجرحة إلى جانب آلاف النازحين الذين وصل عددهم في منطقة جينيس شرق محلية الروسيرس وحدها وصل إلى أكثر من 5000 نازح فيما توزع آخرون في مناطق متفرقة وسط ظروف صعبة للغاية وكانت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق قد ناشدت الحكومة المركزية في الخرطوم بضرورة إرسال طائرة خاصة لإسعاف المصابين بعد خروج الوضع عن السيطرة أمام ارتفاع أعداد المصابين وقلة سيارات الإسعاف في الإقليم من جانبها وجهت القوات المسلحة السودانية إدارة المستشفى العسكري في مدينة الدمازين باستقبال الجرح أحداث العنف القبلي مؤكدة أن المستشفى بدأ فعليا بتقديم الخدمات للجرح المتوافدين من مناطق الاقتتال هذه النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل تصعيد أوكراني في الدونست وسلطات خيرسون الموالية لروسيا تعلن صد هجوم لقوات كييف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صرخات تعبر الحدود ووجع يشاهده العالم كل يوم بالصبت والصورة وحتى لا تنسى قصصه نحن نوثقها بكل تفاصيلها أهلا بكم من جديد أطلقت جماعة الإخوان وتحديدا جبهة اسطنبول بقيادة محمود حسين أطلقت فضائية جديدة تبث من العاصمة البريطانية لندن ووفقا لتقرير نشره موقع الحدث دوت نت فإن الهدف هو الهجوم على الدولة المصرية والدعوة لإسقاطها وكذلك الحشد لتظاهرات ضد النظام الجماعة المصنفة إرهابيا في دول عديدة من بينها مصر أطلقت على اسم الفضائية الشعوب ويديرها الإعلامي الهارب معتز مطر بعد أن أجبرته السلطات التركية على مغادرة البلاد وأوقفت برنامجه على فضائية الشرق مصادر موقع الحدث دوت نت كشفت أيضا أن رجل الأعمال الإخواني متحة الحداد والمقيم في تركيا هو من يمول هذه الفضائية إيصال الحقيقة زعم فطفا أسقطه تنظيم الإخوان الإرهابي على ذراع إعلامي جديد له قناة الشعوب أطلقها التنظيم من بريطانيا في الثامن من أكتوبر الحالي بهدف تسليط الضوء على قضايا الشعوب كما يزعم القناة يديرها الإخواني المعروف معتز مطر والذي أوقفت تركيا برنامجه على إحدى الفضائيات بل وأجبرته على مغادرة أراضيها ضمن خطواتها الهدف للتصالح مع مصر لكن مطلعون يرون أن تلك القناة ستكون ملجأا لإعلامي التنظيم الإرهابي الذين ضاقت بهم الأرض بعد إيقاف أنقرة لبرامجهم والتي كانت تحمل في ثناياها رسائل إرهابية وخبيثة ضد مصر والوطن العربي ومن تركيا إلى بريطانيا بات تنظيم الإخوان يعاول على قناة الشعوب كأداة جديدة لبث رسائله المسمومة والتحريضية ضد أنظمة الحكم في العالم العربي أما اللافت في انطلاقة هذه القناة فهو تزامنها مع دعوات الفوضى ومخططات تنظيم احتجاجات في مصر وإعلان ما يسمى بتيار التغيير والذي يعد الجناح المسلح للإخوان إعلانه وثيقته الجديدة الداعية إلى اتخاذ العنف سبيلا لتحقيق أهداف التنظيم الإرهابي لم تمر سعاد قليل على ولادة تلك القناة في بريطانيا حتى أطلقت جماعة الإخوان فضائية ثانية موجهة ضد مصر وخصصتها هذه المرة لدعوات للتظاهرات ضد الحكومة المصرية يوم الجمعة في 11 من نوفمبر المقبل الفضائية حملت اسم حراق 1111 ويقف وراءها وفق معلومات موثوقة تقف وراءها الجبهة الثالثة في الإخوان والتي أطلقت على نفسها لقب تيار التغيير قال معهد دراسات الحرب وهو مؤسسة أبحاث عسكرية مقرها في الولايات المتحدة إن القيادة العسكرية الروسية سحبت ضباطها من مدينة خيرسون تحسبا لتقدم القوات الأوكرانية وأضاف المعهد أنه لتأجيل الهجوم المضاد الأوكراني مع استكمال الروس انسحابهم تركت موسكو قوات عديمة الخبرة كانت قد حشدتها مؤخرا على الجانب الآخر من النهر الرئيسي وفي السياق قالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرجي شويغو أبلغ نظيره الفرنسي سيبيستيان ليكرون بما وصفته بالاستفزازات الأوكرانية المحتملة باستخدام قنبلة قذرة وأكدت الوزارة أن شويغو ونظيره الفرنسي بحثا هاتفيا الوضع في أوكرانيا وحذر من التوجه الثابت نحو المزيد من التصعيد غير المنضبط وقال الرئيس الأمريكي سابق دونالد ترامب خلال التجمع الانتخابي في تكساس أنه لم يكن ليسمح أبدا باندلاع الحرب في أوكرانيا لو كان باق في منصبه وأشار إلى أنه كان سيتخذ إجراءات ستمنع بوتين من تمويل الحرب وحيازات وقال الرئيس الأمريكي وقال الرئيس الأنزل وإجراءات جميعين من عام biلادوين من أكثر المنشف ذكرت شبكة Associated Price الأمريكية أن الدول الأوروبية تواجه خطر اندلاع ترابات سياسية نتيجة تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد تسارع معدلات التضخم والناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة الشبكة الأمريكية وفي تقرير لها ذكرت أن متظاهرين في رومانيا تظاهروا وراحوا يقرعون الطبول تعبيرا عن استيائهم من ارتفاع تكاليف المعيشة في حين نزل الفرنسيون إلى الشوارع يطالبون بزيادات في الأجور تواكب التضخم تزامنا مع تظاهرات مماثلة في دول أوروبية أخرى وأوضحت الشبكة أن الأوروبيين يشهدون ارتفاعا في فواتر الطاقة وأسعار المواد الغذائية في الفترة الأخيرة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا من باريس تنضم إلي الكاتبة السياسية الأستاذة مايا خضر مرحبا الأستاذة مايا يعني في المواجهة الروسية المواجهة الروسية الأوروبية ومعركة عد الأصابع هل صرخت أوروبا أولا؟ بالفعل صرخت أوروبا أولا وصرخت الشعب الأوروبي أولا هذا الاحتقان الاجتماعي نراه من شرق أوروبا إلى أكثر غربها نسبة التضخم معدل نسبة التضخم في أوروبا تفوق العشرة بالمية وهذا أمر تاريخي في أوروبا لم نشهد هذه النسبة منذ نشأة الاتحاد الأوروبي في دول أوروبا الشرقية أستونيا وليتوانيا تتخطى هذه النسبة العشرين بالمية في ألمانيا منذ انهيار جدار برلين لم نصل إلى هذا الحد من التضخم عشرة بالمية إسبانيا وهي من الدول الكبرى الأوروبية من أول من الدول الأربعة الأكبر في أوروبا وصلت إلى 8.8% وفي فرنسا بالرغم من نسبة التضخم المتدنية نسبيا بالنسبة للدول الأوروبية الأخرى أي 6% في فرنسا نرى أن هناك الكثير من الاضطرابات الاجتماعية الكثير من التعطيل أيضا هذا ما شاهدناه بأزمة الطاقة وهنا السؤال سمحت لي بالتداخل أستاذا مايا يعني أوروبا صاحبة المؤسسات التي تقوم بالدراسات والأرقام والحسابات هل لم تكن تتحسب لا تعلم أن هذه العقوبات ستؤدي بعد الخروج من أزمة كورونا أم أنها أخطأت الحسابات الخطأ الأول أتى عذرا قبل الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا بهذه الخطة الإنقاضية التي سميت بالخطة الإنقاضية التي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويا الماكرو على الاتحاد الأوروبي والتي تم اعتمادها أيضا وهي خطة تزيد الديون على أوروبا الأجيال المقبلة لخمسين سنة المقبلة في أوروبا هي أجيال سترزح تحت وطأة الديون إذن أوروبا لم تخرج من أزمة الكوفيد 19 والتضخم الذي أتى من ورائها لكي تقع في مأزق آخر وهو مأزق العقوبات التي فرضتها على روسيا لا أقول أن هذه العقوبات ليست بفعالة الاقتصاد الروسي بدأ ينهار أيضا ولكن في هذا الوقت الاقتصاد الأوروبي ينهار أيضا لماذا؟ نسبة أو ثمن لكن على الأقل الروس لم يخرجوا للشوارع ازداد بنسبة نعم الروس لم يخرجوا إلى الشوارع لأن هناك نظام أمني مختلف في روسيا بعض المظاهرات التي كانت تطالب بالسلام وبوقف الحرب خاصة بعد إعلان التعبئة العامة الجزئية في روسيا كانت تقمع وهناك الكثير من المعارضين الروس الذين اليوم نراهم في السجون ولا يوجد هناك أرقام محددة عن هذه التوقفات في روسيا لذلك لا نرى أن هناك تظاهرات في روسيا لأن النظام هو نظام ديكتاتوري يعتبر ولكن في الأنظمة الأوروبية حيث يوجد هناك حرية أكثر حرية في التعبير وحرية في التظاهرات بالعودة إلى التظاهرات وحركة الاضطرابات في عدد من العواصم الأوروبية وتقرير أسيوشياتي بريس الذي يتحدث عن اضطرابات حقيقية ونشر الولايات المتحدة لآليات عسكرية في رومانيا هل بالفعل يمكن أن تخرج الأمور عن السياق بالنسبة لي نعم ممكن أن تخرج الأمور عن السياق خاصة مع اكتراب الشتاء وزيادة أسعار الغاز والنفط بشكل خيالي زيادة النفط الخام أو سعر النفط الخام تخطى 350 بالمية والتضخم مسؤول عنه بجزء كبير بنسبة 40 بالمية أسعار الطاقة لذلك اليوم في أوروبا الشرقية هناك كنبلة موقوطة اسمها التظاهرات الشعبية خاصة وأن حتى قبل أزمة الكوفيد 19 وقبل الحرب هذه الدول تعتبر دول مهمشة أوروبيا ودول أيضا ترزح تحت وطأة الديون وفيما خاص فرنسا لأنني أتكلم من بريس لم يلتأم جرح السترات الصفراء وهذا الصدعم بين السلطة والشعب لكي نقول أنه هناك ممكن أن يكون هناك هدوء نسبي بالنسبة للشعب الفرنسي كلا هناك السيجيتي النقبات العملية وهناك الكثير من الأحزاب السياسية اليسارية التي ترفع لواء المطالبات الاجتماعية اليوم وبالنسبة للشتاء في أوروبا لن يكون فقط قارسا بدرجات الحرارة ولكن سيكون أيضا شديد البرودة على الصعيد الاجتماعي أيضا نعم من بريس الكاتبة السياسية الأستاذ مايا خضر شكرا على كل هذه القراءات يواجه حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا انقساما تاريخيا ففيما حثت قياداته كلا من بوريس جونسون ورشي سوناك على التوصل لاتفاق يجنب الحزب مخاطر التفكيك ذكرت تقارير بريطانية أن جونسون وسوناك أجراء محادثات امتدت لإحدى عشر ساعة في محاولة لكسب تأييد أعضاء حزب المحافظين أن أنصار جونسون يضغطون على مؤيدي سوناك وبيني موردونت من أجل تغيير بوصلة دعمهم إلى جونسون وبالتالي كسب التأييد الكافي لإثبات قدرته على توحيد الحزب فيما أكد مراقبون بريطانيون أن بقاء حزب المحافظين على قيد الحياة لمدة ستة إلى تسعة أشهر صعب بغض النظر عن من سيكون الفائز وفي السياق ذكرت صحيفة الجاردين البريطانية أن كبار حزب المحافظين ينخرطون في حملة محمومة لمنع بوريس جونسون من العودة إلى رئاسة الحكومة بدعوى أن عودته ستتسبب في مزيد من الضرر الاقتصادي وتخاطر بنهاية الحزب بحسبهم ونقلت الصحيفة عن وزراء سابقين في مجلس الوزراء قولهم أن عودة جونسون من شأنها أن تزعج الأسواق المالية مما قد يزيد من خطر حدوث ارتفاعات حادة أخرى في أسعار الفائدة وصرح مصدر الرفيع للصحيفة أن السؤال سيكون عما إذا كان جونسون يضع نجيسيته فوق مصالح البلاد وقالت الجاردين كانت هناك مزاعم أن مجموعة متشددة من حوالي عشرة نواب معارضين لعودة جونسون سوف تستقيل إذا تولى السلطة مرة أخرى فيما قال نواب آخرون من المحافظين أن جونسون سيكافح لتمرير أي قوانين من قبل البرلمان في حال عودته بالنظر إلى قوة المعارضة ضده يأتهد فيما أعلن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك ترشحه لرئاسة الحكومة خلفا للستراس ذلك بعدما حصل سوناك على دعم أكثر من مئة نائب محافظ لخوض السباق وقال سوناك على تويتر إن بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية عميقة لذا قرر الترشح لرئاسة الحكومة من ناحيتها أعربت زعيمة الأغلبية في العموم بين موردونت عن ثقتها في الخطوات التي قطعتها نحو الترشح لزعامة حزب المحافظين البريطاني وقالت الوزيرة السابقة في تصريحات صحفية إنها في السباق مع ريشي سوناك وبوريس جونسون وستفوز به بحسب تعبيرها ورفضت موردونت الحديث عن أي تعاون أو صفقة مع رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من لندن تنضم إلينا مراسلة الحدث الزميلة عروب عبدالحق يبدو المشهد هل ربما الآن قراءات تشيب بمن صاحب الحظ الأوفر مرحبا سعد بالفعل سنسمع العديد من الإعلانات الآن عن دعم أحد المرشحين لزعامة سباق حزب المحافظين خاصة وأن الموعد النهائي للترشح هو غدا يوم الاثنين الساعة الثانية بعد الظهر ونحن نعلم بأن الشرط لترشح زعيم لحزب المحافظين يحتاج إلى مئة موافقة من نواب الحزب المنتسبين لمجلس العموم وبالتالي كما علمنا ريشي سوناك حصل على أكثر من مئة موافقة حتى الآن سوالا بريفرمن وهي وزيرة الداخلية المستقيلة في حكومة ترس أعلنت عن دعمها لريشي سوناك بوريس جونسون أيضا يعني هو لم يعلن رسميا عن ترشحه ولكن هناك العديد من أعضاء حزب المحافظين أعلنوا عن تأييدهم لترشحه من الأسماء البارزة مثلا جيمس كليورلي وزير الخارجية أيضا وزيرة الداخلية ولكن عروب يبدو أن عودة جونسون ليست فقط ربما للرغبة ولكن تحدث الآن شقة وربما وتباين داخل المحافظين أنفسهم بالفعل يعني معظم ردود الفعل على ما يجري الآن هي على عودة بوريس جونسون العديد يتخوف من عودة بوريس جونسون العديد من أعضاء الحزب حتى الكبار أعضاء الحزب اعتبروا أنه من المحرج لحزب المحافظين أن يعيد اختيار بوريس جونسون رئيسا أو زعيما للحزب وذلك بسبب طورطه بالكثير من المشاكل وهو كما نذكر دفي على الاستقالة من منصبه في يوليو الماضي وبالتالي أعضاء حزب المحافظين ممكن أن نقول أنهم منقسمون حيال بوريس جونسون ولكن يبدو من الأرقام التي نتابعها بأن بوريس جونسون ليس لديه هذا العدد من الموافقات النيابية مثل ريشي سوناك ونحن نعلم أن هناك كان لقاء ليلة أمس بين ريشي سوناك وبوريس جونسون يبدو أن هذه الاجتماعات التي كانت طويلة من أجل إيجاد تسوية معينة لشكل الحكومة المقبل ولكن يبدو أن ريشي سوناك الذي يبدو أن حظه أوفر في زعامة الحزب اختار ترشيح نفسه وأعلن بالفعل رسبياً عن ترشيح نفسه هذا الصباح شكراً على كل هذه المعلومات من لندن مراسلة الحدث عروب عبد الحق في ظروف غامضة وغير واضحة أظهر مقطع فيديو إخراج الرئيس الصين السابق هو جينتاو رغماً عن وذلك خلال الحفل الختامي لمؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين وفي التفاصيل فإن الجينتاو البالغة من العم 79 عاماً كان يحاول سحب ورقة من أمام الرئيس الصيني الحالي وعندها اقترب منه رجلان واقتداه خارج القاع موسيقى تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الانتماعي وتفاعلوا كذلك معها وزوروا موقعها الإلكتروني الحدث دوت نت تهتادي نشرة تحياتي لكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر